السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثاء 19 أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم موجود في العقرب ورح يظل لغاية تقريبا الساعة 2.5 دقائق من عصر يوم الأربعاء لا ينتقل للقوس يعني ظهيل اليوم رح يكون موجود في العقرب القمر اليوم موجود في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة تقريبا طول اليوم يعني من منتصف الليل لقبل منتصف الليل يعني تقريبا 23 ساعة هو موجود رح يكون في منزلة القلب الساعة 11 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينتش القمر رح ينتقل لمنزلة الشوالة ولكن أغلب اليوم هو في منزلة القلب اللي ولنا للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته برضو اليوم منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة ومنشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأ ضغط عاطفي محبض بوسعنا لاهتمام بمسائل إلها علاقة بشركات التأمين أو مراجع التأمين أو عقد تأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري هذه الزاوية تأثيراتها من اليوم 19.9 وحتى 29.9 ذروتها يوم 25.9 ساعة 12 وتسع دقائق ظهرا وعادة عند حدود هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر لدى البعض والاتصالات الكثيفة جدا بتزيد من مين لا للعلوم الطبية والأستاذة والأمور الدينية وبتدفعنا لممارسة وظيفة حرة وهذا التحول في هاي الفترة مناسب لاتخاذ القرارات على المستوى المالي أو المادي والقيام بخطوات اللي بتمنحنا ترقيات في وظيفتنا أو حل الخلافات أو الدعا والقضائية بشكل ودي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاوة السلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذرؤتها الساعة 10 و15 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا وهاي الفترة برضو بتجعلنا أو هاي زاوية بتجعلنا خلال هذا اليوم نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية بدنا نكون متأيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية بين الشمس وبين نبتون هاي زاوية زاوية التقابل بدأ ذكرناها يوم 11-9 ومستمرة تأثيرات حكينا ليوم 27-9 طبعا اليوم ذروتها الساعة 11-17 دقيقة ظهرا بتوقيت غيرينيج بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من ميل لتتبع أحلابنا ومشاريعنا الخيالية بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والإضطراب ممكن نميل لحل بعض المشاكل باللجوء للمهدئات أو الكحوليات أو الأدوية أو المخدرات وبرضو ممكن نتعرض لوعكات صحية غامضة بالنسبة للأمور السياسية بسبب هاي الزاوية هاي بدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري ربما غرق سفن أو بواخر أو أمور إلها علاقة بالتقلبات في المناخ اللي إلها علاقة بالأعاصير برضو بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضان أو الطفن زي ما ذكرنا وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعي وكذلك ارتفع أسعار في النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 12 و28 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا ومننا للفوضى والتقلب وبتكون لنا رغبة أو رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية أراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين بشكل جارح دون أن تشعروا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي ما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها ولكن مراجعات طبية أو فحصات أو أدوية ما في أي مشاكل الأعضاء التناسلية والمستقيم والشرج والإحليل والغدد التناسلية والمبايض لبروستاتا عظم العانى والجينات هذولا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم أما باقي أعضاء الجسم فأي عملية جراحية ما في أي مشكلة طبعا بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الأربعة بابدأ الساعة عشر وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جراناتش ويستمر حتى تمام ساعة ثنتين وخمس دقائق عصرا بتوقيت جراناتش لا ينتقل للقمر بعدها ويستقر في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره خمس أيام في تمام ساعة سبعة واربعتاشر دقيقة صباحا بصير عمره ست أيام نسبة الإضاءة 22% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 تسعة سعيد الآن بنسبة 15% في ساعة المساء بصير سعيد بنسبة 30% القمر في العقرب حتى يوم 29 منتحس الآن بنسبة 25% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 60% ساعات العصر منتحس بنسبة 40% عطارد في العذراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيد بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% ورنوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 واحد منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم التركيز رح يكون على الأموال المشتركة واليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي المكسب هذا بيجي من مصدر شراكة يعني من زوج من شريكة بالعمل من تعويض بنك ضريبة تأمين أو يعني مطالبة بالحقوق ميراث صحتكم أو صحت قريب لإلكم بس بتكون بحاجة للرعاية علجوا الأمور بموضوعية وتجرد وكونوا حريصين على تلطيف الأجواء واستشيروا وتأكدوا من المعطيات قبل التوقيع على العقود أو على المشاريع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر مقابلكم تماما فعشان هيك اليوم بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم أو تعزيز العلاقة مع شركائكم سواء المال أو العاطفة أو ما بين الأزواج أو المصالحات ولكن بتكون حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرد صوتكم لأنه ممكن تتعرض لقاءاتك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم أو القهر ما تيأس وكون صبور لأنه القمر مقابلك طاقتك ضعيفة وفي نفس اللحظة حساس جدا بتكون برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم اليوم القمر في البيت السادس الليل وعلاقة بالعمل والصحة فعشان هيك أكثر الاهتمامات رح تكون على هاي المسألتين حاولوا أنك تنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة لا تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء لا تتشبث برايك واستمع إلى رأي الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو معامل خلال هذا اليوم أهمش أنك تركز بشكل جيد لأنه برضو اليوم بيحمل فرص عملي جديد بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن اليوم تنجح في مفاوضات أو في ترفيه أو ممارسة هواي أو التقارب والتصالح مع الأحبة وبتحقق أعمالك تقدم واضح أهمش أنك تخصص وقت لعائلتك ولأحباك أنت اليوم مشحن بالحيوية والحماسة لمتابعة مسالك وللتواصل مع المحيط إلا أجواء جيدة فلازم تستغلها بدون فرض السلطة على الأحبة برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يهتموا بالمسائل العنقارية أو بصليحات ممكن أو برضو تقارب من أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم ممكن تدخل فترة في يعني خلال هذا اليوم هيك نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة فترة فيها نوع من أنواع التقلب والتوتر ممكن تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزل أهم شيء أنك ما تحمل صحتك برج العذرة بالنسبة لما أوليد برج العذرة بتنشط اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات وهذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو سفر قصير أو لتعزيز العلاقة مع الإخوة مع الجيران مثلا هذه فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية عشان هيك بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك ممكن لهم تطلق حملة ترويج أو تسمع خبر سار بعض الأفراد من موليد برج العذرة ممكن يبدأوا في دورة تعليمية جديدة أو حتى ممكن عندهم امتحان ويكون جيد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال هذا المال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هذه فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم شيء أن تتفاعلوا بالخير وانطلقوا اسعوا للوفاق والهلول الوسط لطف الأجواء حسنوا علاقاتكم فيه انشغالات كثيرة اليوم على الصعيد المالي ولكن أهم نقطة انكوا تحذروا من النصابين والمحتالين لأنوا انتوا اليوم عرضة لهذا الموضوع ركزوا بشكل جيد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا انتوا اليوم نشاط وحيوية وبينجذبلكوا أفراد من الجنس الآخر أهم شيء أنكوا تبادروا لخطوة جديدة من شأنها ندعم مركزكم الاجتماعي بتدور الأحداث بسرعة كبيرة مع طبعا القمر بما أنه موجود عندك معناته طاقة عالية وبتقدر أنك اليوم هيك تستعيد كامل حيويتك وممكن تتلقى جواب كنت بتنتظره تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد رح يدخل حياتك خلال هذا اليوم يعني فيه أشياء ممتازلة إلك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا لغاية عصر يوم الغد القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة حادروا من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحضوض قليلة فما تجازف فيه نوع من أنواع التأخير والفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط من موعيد ممكن شخص يوعدك بشيء ولكن اليوم إذا وعدك ما رح يوفي أو كان وعدك بالأيام الماضي ما رح يوفي اليوم ممكن بالأيام القادمة ولكن هذا يوم مخيب بالأعمال برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي تنشطه اجتماعيا وبتلتق أشخاص بترتاحه لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أهم شيء أنه ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ابتفرح بوجود أحد الأصحاب ممكن ترفع عن نفسك أو يكون فيه لقاء ودي غير منتظر الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي ولكن بدك تحاول اليوم أنك تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل ما يوصل للقمر لبيت متعبك يوم الغد عصرا فعشان هيك حاول قدر الإمكان ما تتكاسل برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا بإثبات جدارتكم والليل رضى المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحتهم أو بصحة أحد الوالدين أهم شيء أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال ودك تكون هادئ طبعا هاي المرحلة شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة لأنه هذا بيت السمعة حاول قدر الإمكان ما تشوه سمعتك بأي تصرف لأنه في لحظات ممكن تكون غاضب أو عدائي فبدك تحاذر من الخلافات وحاذر أنك تخالف القوانين أيضا اليوم ممكن تكرم أو تحصل على فرصة مهمة فما في داعي للتباطئ برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم ممتاز جدا لأمور إلها علاقة بأوراق أو معاملات سفر أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد وممكن يصلكم خبر سار من بعيد وتشعروا بقوة العاطف مع أحبائكم هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن بعض موليد برج الحود يسافروا في رحلة أو يرتبوا خلال هذا اليوم لسفر قادم في الأيام القادمة ابتفرحوا لإنفراج وتسوي مهمة ممكن تهتموا بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع محيطك بشكل جيد هذا يوم ممتاز حتى على المستوى العاطفي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر